الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنتكلم عن كواشف الحريق او الديتكتورز الديتكتورز اللي احنا بنستخدمها في انظمة انظار الحريق رقم واحد تمام ومنتشر كتيجري هيدن اللي هو السموك ديتكتور او كاشف السموك او الدخان تمام في عندي رقم اتنين اللي هو الهيت ديتكتور الكاشف الحراري وفي عندي رقم 3 نوع عبارة عن سموك ديتكتور وهي ديتكتور يعني هو بيحس الدخان وبيحس الحرارة بنسميه مالتي ديتكتور مالتي ديتكتور في كاشف اللهب اللي هو فليم ديتكتور في عندي كاشف الغازات تمام زي الجاز ديتكتور في عندي طبعا في الاماكن المفتوحة بيبقى عندي transmitter و receiver اللي هو عبارة عن beam detector وفي وحدات التكييف بنركب نوع من الكواشف بنسميه duct detector بيركب فيه duct الخاص بالمكيفات المركزية تمام يبقى أنا عندي رقم واحد smoke detector رقم اثنين heat detector رقم ثلاثة multi detector عبارة عن smoke و heat وعندي flame detector والgas detector و beam detector و duct detector هنشوف ان شاء الله في الفيديوهات القادمة تفاصيل عن كل نوع من انواع detectors المختلفة